من ايهونا وجميع بنات المسلمين يا ربي يا الله ترى يسألت بنتي يا دكتور سام مش قالت مليان البيت تقول ليه عندي السلام شكرا واما محمد مش تقول تقول البنات طيب واما محمد تقول لانت مشغول جزاك الله خير بس ايو الله امو محمد تقول الآن البنات عندنا اشغلونا بهالكريمات اولا انا بمسي عليها بالخير وبسلم عليها وقل الله يجزاها خير انا اعتقد انها قالت الحكمة ونحن نقول العلم الآن لكن الحكمة والله العظيم بعد مرة تهم من العلم ان العلم الذي يملكه احيانا هو الشركة والشركة هي التي تقود الآن الآن الشركات هي التي تقود العلم ولا طب وراهم لأنهم هم الذين يعني يدفعون للبحث هم الذين يعملون كل شيء فاذا صارت الشركة يعني غير صادقة وبعض الاطباء ما بحث البحث الجيد صارت المعلوم عند الشركة التي تريد ان تبيع وهذا اللي صاير الآن كلام محمد والله كلام جميل اللي أنا استمتعت فيه وقالت الكلام اللي يمكن هو ليكون المجمل يعني في الحلقة الآن في مبالغة كبيرة جدا وبرجع اقول ان العلم الآن وللأسف صارت الشركات هم اللي يعني يديرون الدفة وانا اقول بعض مرات اننا يعني كأننا مختطفين احيانا نسبيا ببعض الشركات فالشركات تريد ان تبيع فتحاول ان تسوق يعني مثل هذه الاشياء انا اقول ان البشرة وانا كان لي يعني كلمة طلعت ترنت وانا الحمد لله قلت والله جيدة يعني ان العناية اللي لا تعتني العناية اللي لا تعتني نعم بالبشرة وانا كلامي للاغلبية يا ناس لكي لا نعمم يوجد عشر عشرين بالمية من الناس يحتاج عناية عشان ما يقولون للناس يقولون لا تشترون لا خلونا نتكلم على السبعين ثمانين بالمية من المجتمع ترى عشرين بالمية بيحتاجون هالكريمات اللي حنا قلناها هلو اللي هم ضاد شيخوقة ولا مبيض خلونا بس خلونا نتكلم على الاغلب اللي هم ما يحتاجون اللي هم سمعنا الناس يقولون فقلت وسمعناهم يعملونه فعملت وسمعوا الشركات الآن السوشال ميديا وللأسف يعني التواصل الاجتماعي صار ينشر المعلومة وأي واحد صاحب شركة يريد أن يسوق بسهولة جدا بس يرمس النارة في الليل وبكرة الصباح بناتنا رايحات الصيدلية وين هذا الشيء عادي ذلك أحد من الأطباء الذي قد يشجع وأنا أشوف بعض الأطباء وأتمنى أن لا يكون أنه يعمل دعاية لشركة من الشركات وأنا أعتقد أن هذا المفروض أنه ما يكون من أصحاب المهنة لأن الناس يسمعون لك العلم وليس أنت مسوق لهذه الشركة أمانا أمانا فأرجع وأقول كلامها صحيح إن بناتنا يأخذون فيتامين سي ويأخذون فيتامين إي ويأخذون كريم حق الشيخوخة ترى لي أتكلم طبيب جلدية يعني فأنا كلامي كلام علم وحقيقي البشرة لا تحتاج إلا غسول ومرطب ليس عادة كل صباحة باستخدمهم وإنما حاجة إذا احتجتم استخدمهم وكريم فيتامين إي فيتامين إي أسماءه عشرة بالسوق بس احفظوه أنواعه كثيرة إذا دخلت الصيدلية أو دخلت شريتي لك عطر وجاء هذا اللي بيعي بيعك العطر شرى لك أعطاكي خمس كريمات أضعاف أضعاف قيمة العطر ورجعت بنتك ومعاها وأنت مجموعة من الكريمات التي لا تفيد كريم الصباح كريم المساء السيروم التونر أسماء جدا كثيرة وأغروا البنات بالصور اللي قبل وبعد كل هذه الأشياء للأغرب لا تفيد وأبارجع وبقول ترى فيه 20-30% قد يحتاجون عشان ما يقولون أن أحمد العيسى قال كلش لا أنا أقول فيه ناس يحتاجون هذا يروح الطبيب ويكتبها له بس مما أقول لك الوحدة تروح هي اللي تتسوق لأن الصيدليات الآن صارت كنها السوبر ماركت البنت تمسك بالعربية وهذا الصيدليات حاط مسوق زين؟ قاعد أبدا هو الذي يسوق للأشياء فتلقى البنت تشتريها للعلاج اللي تحتاجه حق الكحة واللجاي وتطلع بعشر كريمات ما لها أي داعي ومكلفة هنا اللي أنا أعارض أن أقول ليش بناتنا تسريحاتهم مليانة كريمات ما يحتاجون منها إلا واحد واثنين قللوا من شراء هذه الأشياء اسمعوا لأطباءكم لا تشترون عوازل الشمس إلا لحاجة يعني إما سفر بر بحر أو أحد عنده مرض يحتاجه أبارجع وأقول فيه ناس يحتاجونها ليش أكررها؟ لأنني أسمع بعض الناس الردود يقول أنت اللي تقول كذا وأنا ما قلت أني أقول كل الناس لا الأغلب ما يحتاجون صدقني أن الأب ينهك بمبالغ كثيرة من البنات والأب والزوج ما يقدر يقول للكريمات لا بس الشركات جدا ربحانة من هذا الشيء فأنا أقول اسمعوا للأطباء وسمعوا المعلومة غسول مرتب فيتامين ألف تحت إشراف طبي فيتامين ألف طبعا ليش فيتامين ألف؟ هو الوحيد اللي يثبت إثبات علمي أنه يفيد في منع التجاعد وشدة البشرة وكل الأشياء اللي أنتم تبونا لكن فيتامين سي وإي فيه دراسات لكنها دراسات عملت مع الشركات وضعيفة جدا وهل تقولها عند الحاجة أيضا عند الحاجة كل شيء بحاجة عند الطبيب اللي صار عند الناس صار عادة لازم أقوم الصباح أغسل بالغسول طيب اللي غسل بالغسول وش يصير يجف وجهها يجي بالليل قبل المرتب يا أخي وارك تجف في الصبح عشان ترطبها بالليل يعني لا تضعه إلا لحاجة أنت احتجت حط يعني لو جيت يابو عبد الله ما استخدمت ولا شيء أسبوع كامل ترى أمورك زينا طبياً أتكلمك عن الجلد الآن الوضوء الوضوء نعم غسولنا للصلاة نعم يعني أنت توضى خمس مرات هل هي مرتبة للجسم؟ لا لا حنا ما نقول أنها مرتبة إذا مرتبة أخذ مرتبة أنا أقول هي منظفة وتشيل جزء من الزيوان اللي هي الدهون وهي جيدة وشبه كافية يعني لكن حط عندك غسول ومرطب من شركة سعرها معقول واستخدموا عند الحاجة هذا النصيح حتى للبنات الحاجة متى يعني؟ قمت الصباح لقيت وجه كرطب جب الغسول تعال الظهر العصر لقيت تناشف ومقشر حط المرتب يعني في الحاجة حاجة هذه حاجة فنرجع ونقول العناية هي أن لا تأتني كثيرة أن لا تأتني والبشرة تحتاج إلى؟ أبداً غسول ومرطب وفيتامين ألف لمن يقول للطبيب أنه مفيد يا سلام يا سلام ندى من شقرة ندى معنا إلى الآن ندى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو ترفعين صوت كناديا شوي